وقال رئيس السيسي أنه تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية لما لها من تأثيرات على العالم كما أكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق خلال المباحثات على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الأثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد الحقيقة كمان كان فيه توافق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك متفقين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وأيضاً أهمية إيجاد حل سياسي للقضية أو للنزاع الروسي الأوكراني لما ليه من تأثيرات على العالم كله أيضاً توافقنا على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الأثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد وإسمح لي هنا فخامة الرئيس أن أنا أسجل تهنئتي لكم على توقيعكم اتفاقية مع كاركستان بشأن موضوع مماثل كده